صلى الله وزادثنا عليك يا رسول الله يا من بهدى أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا جتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات من شرح كتاب رياض الصالحين وقد وصلنا إلى كتاب الصبر ونحن من دروس عديدة نتحدث في الأحاديث التي ساقها الإمام النووي عن الصبر ووصلنا إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه إذا أراد الله بعبده الخير فضل وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما بتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترميذي وقال حديث حسن يسأل بعض الناس كيف أعرف أن البلاء الذي نزل به هو رفع للدرجات أو تكفير للسيئات عقوبة عن ذنب فعلته البلاء الذي ينزل إما أن يكون عقوبة عن خطأ فعله العبد فيعاقب عليه في الدنيا حتى لا يؤخر إلى الآخر وإما أن يكون رفع للدرجة فكيف أعرف إذا كان هذا البلاء الذي نزل بي الذي نزل بنا هو عقوبة عن أخطائنا أو أنه رفع لدرجاتنا هذا الحديث يشرح لنا الجواب وقد قال بعض العلماء انظر نفسك إذا نزل بك البلاء فإذا كنت راضيا عن قضاء الله تعالى وقدره فهذا علامة على أنه رفع للدرجة وإذا كنت ساخطا على قضاء الله تعالى وقدره فهذا علامة على أنه عقوبة على معصية فالحديث الآخر الذي ساقه الإمام النووي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضيا فله الرضا إذا رضي العبد بقضاء الله تعالى وقدره ولم يتذمر هذا دليل بأنه درجات ومن سخطا فله السخط إذا تذمر العبد ونقم وانزعج وراح يحاصص ويفاتش هذا دليل أنه عقوب على ذنب فعله ومهما يكون من أمر إذا نزل البلاء بالعبد أيها الإخوة مطلوب من الواحد فينا أن يراجع نفسه فإن كان مقصرا في شيء مع الله عز وجل فليتب فليستغفر فليرد الحق إلى أصحابه ووالله إذا نزل بلاء بعبد فدعاه هذا البلاء إلى رد الحقوق إلى أصحابها فإن عطاءه من هذا البلاء أكبر بكثير من عطائه في السراء والله واحد من الأخوة يا أخوان لقيته هنا في المسجد أنا لا أدري إذا كان الآن موجودا قال لي إنه كان يسكن في ريف من أرياف دمشق وقال لي هذا الأخ قال أنا فقدت بيتي ومحلي ورأي اسمالي وعملي في المكان الذي كنت بي وجئنا إلى قريب المسجد طريقة ما استأجرنا وبدأت عملا جديدا وقال لي يا أساز أنا صار لي سنتين أسكنهم قال غير أني أحمد الله حمدا ما بعده حمد على الشيء الذي حدث معي وهو يتكلم في حال يعني من حال من الحمد ليس يتكلم نسانه قلت لما اللي أنا أحمد الله أنه يتحدث معي قلت لما قال يا أساز أنا ما كنت أدخل المساجد مسلم ومن عائلة مسلمة قال أنا بس ما أدخل المساجد أدخل فقط يوم الجمع قال عندي أعمال وعندي مشاغل وعندي التزامات فلا أدخل المساجد قال لما نزل ما نزل وجئنا وسكننا قريب من المسجد وصار عندي وقت دخلت المسجد قال وعلق قلبي بالمسجد قال أستاذ أنا خلال السنتين الماضيتين حفظت القرآن الكريم كاملا قال لي والله أحمد الله عز وجل حمدا كبيرا أن فعل بي ما فعل قال لي لو لم يحدث هذا لا ما كنت أنا من أهل القرآن لا سبحان الله فهذا البلاء الذي نزل بالنسبة لهذا الأخ هذا رفع الدرجات وسعادة ما بعد سعادة له في الدنيا وفي الآخرة نحن يا أخوان نسأل الله عز وجل أن لا ينزل بنا بلاء نحن جماعة ضعاف نسأل الله العفو والعافية لكن ليعلم المرء إذا نزلت به شدة وحملته هذه الشدة على الإقبال على الله عز وجل فوالله هذه الشدة هي سبب سعادتي وأنتم كلكم تعلمون كلكم كثير مننا يقول الله يرحم أبي والله بزمناته عاقبني عقوبة مثل إفراء الوالدين بس والله صرت على الصراط المستقي كتير خيره بدي بس له إيده لأنه عاقبني تلك العقوبة في العقوبة أحيانا تكون سبب سعادة الإنسان إذا كان من الموفقين وإذا فهم عن الله تعالى أمره والنبي صلى الله عليه وسلم حدث بأن مثل المؤمن مثل السنبلة تأتيها الريح من كل مكان فتميلها ثم تستقيم ومثل المنافق مثل الأرزة قال تأتيه ريح عاصف فتقسمه والمؤمن إذا نزل به البلاء فإنه يفهم عن الله أوامره ويعود إلى الصراط المستقيم بس المنافق إذا نزل به البلاء الفاجر قال كالعير عقله أصحابه ثم أهله ثم أطلقوه فلا هو عرف ليش عقلوه ولا علم لما أطلقوه ذكروا بأن شابا صالحا كان يمشي في طريق مرأة مرت فتاتهم فنظر إليها وتابع النظر إليها نظرة حرام ما مشي كم خطوة في واحد تشاكل هو وإياه وراح سافعه كف على وجهه عجب شو ليش هيك يعني شو لدي حدث معي شو شنون تشاكلت مع هاد الزلمة وبعمري أنا ما تشاكلت مع أحد وكلت كف هيك على وجهي سمع هاتفا يقول له نظرة بلطمة طلعت تطليعة جدا خبطة منيح فهم فهم أنه والله معناته الشغلة بحسابه وإذا واحد يفعل الموبقات ويقول لك الأمور كلها ممتازة بالعكس ما إن شاء الله شوف والله مبسوط أصلا لما أنا كنت منضبط كانت الأمور صعبة شوف إلا لما متفلت أنا الأمور كلها رواء كلها راكزة وكلها بالعكس يعني معاشي عم بيزيد والناس عم تحتفظ فيني أكثر يخشى أن يكون هذا بالنسبة لهذا الإنسان استدراج قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال المفسرون كلما أحدثوا معصية أحدثنا لهم نعمة لازم يخاف الواحد يا أخوان إذا عم يعصي والنعم تتتابع عليه كلما أحدثوا معصية أحدثنا لهم نعمة يقولون شو بيفكر الأمور راكزة بيضلوا عم يغرأ هيك في المعاصي هي الأمور مراكزة الأمور ما يلفظ من قول لديه رقيب عتي والأمور ونضع الموازين القسلي يوم القيامة والأمور فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فإذا كان البلاء سبب لعودة العبد إلى الله عز وجل هذا الدليل أن هذا العبد عزيز وغالي على الله عز وجل فهلا إذا نزل البلاء بالعبد بأي عبد أنت أيها الأخ لأنه مر معنا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطايا لو وصبت بشوكة لازم تسأل حالك أنا شو مساوي ما تترك نفسك هذا الله عز وجل يريد أن يرقيك فتوب استغفر ارجع فيكون هذه الشوكة هذا البلاء هذا الهم هذا الضيق هذا الكرب هذا المرض إن شاء الله سبب للرفع لكن إذا الإنسان أصيب بمصاب فسخط الحديث يقول فله السخط والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا إلا يلقى الله عز وجل ما عليه خطيئة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة نعم صدر وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي أبو طلحة سيدنا أنس بن مالك أبوه لم يكن مسلما فأم سيدنا أنس بن مالك لما أسلمت فرق بينها وبين زوجها أبوه سافر ومات الله أعلم على غير الإيمان أو أنه أسلم في آخر عمره نسيت لكن أم سيدنا أنس بن مالك الآن تزوجها رجل اسمه أبو طلحة يكنى بأبي طلحة فهلأ أبو طلحة لما تزوج أم سيدنا أنس جاب ولد هذا الولد هذه قصته يعني بيكون أخوه لسيدنا أنس من أمه قال أنس رضي الله تعالى عنه كان ابن لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه يشتكي يعني مريض فخرج أبو طلحة إلى عمله في النهار فقبض الصبي مات الولد وكان مريضا مرضا شديدا نعم تفضل فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم وهي أم الصبي وهي نفس أم لسيدنا أنس بن مالك هو أسكن ما كان قالت له هو أسكن ما كان في رواية ثانية قالت إذا جاء أبو طلحة فلا أحد يخبره بالولد بالصبي حتى أكون أنا التي أخبره لما إجا أبو طلحة قال كيف الولد؟ قال له أسكن ما كان هي تريد أسكن ما كان هو مات هو ظن أسكن ما كان معتا مرتاح ومستقر وضع الصحي يعني نعم فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها سبحان الله الروايات الثانية كمان تشرح قربت إليه العشاء مجهزت له أكل قال وتصنعت له يعني تجهزت له كما تتجهز الزوجة لزوجه ولا تنسوا أنه هي ميت ابنه والأم يعني تعلقها بابنها شديد وإذا كان هالابن صغير أشد وإذا كان كان مريض كمان أشد مع هيك تحاملت على نفسها بلاء شديد نزل بها صنعت العشاء وتصنعت لزوجها قال فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت قالت وارو الصبي قالت والله ابنك ابنك مات ويحتاج إلى موارات في التراب يعني يدفن في رواية أخرى لهذا الحديث ذكرت له قالت إن جيرانا لنا كانوا قد استعاروا عارية من جوارهم فلما جاء أصحاب العارية يطلبوا عاريتهم راحوا يصرخون هؤلاء الذين استعاروا ويتذمرون وينزعجون إنه ليش بتكون عاريتك فقال لها لا حق لهم ما إنهم حق الجماع عاريتهم واستردوها قالت فاحتسب ابنك عند الله فقد كان عارية الله تعالى عندك الله أعطاك الولاد عارية والله استرد العارية هو قبل شوي ألا ما بصير يصرخ ولا بصير يعيض صاحب المال أخد ماله صاحب المتاع أخد متاعه نعم فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره هذه القصة كلها كانت بقى مساء وليلا لما صار صلاة الفجر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره قال له يا رسول الله ام سليم فعلت كيت وكيت وكيت فقال أعرستم الليلة أعرستم الليلة يعني هل كنتم مع بعضكما كما يكون الزوجان قال نعم قال اللهم بارك لهما دع لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة فولدت غلاما لاحقا أكرمه الله تعالى بغلام فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء؟ قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار هذا سفيان ابن عنين عيينة جبل من جبال العلم فقال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود ماشاء الله مو النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم بارك لهما والله رزقنها الولاد وهذا الولاد لاحقا جاءه أولاد التسعة حفاظ للقرآن الكريم أنا رأيتهم يقول قال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولادين كلهم قد قرأوا القرآن يعني حفظوا القرآن الكريم يعني من أولاد عبد الله المولود نعم وفي رواية لمسلم ما تبنن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدث أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوها قال لا فقالت فاحتسب ابنك قال فغضب ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما قال فحملت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه يعني بعد أشهر تسعة كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه كمان أم سليم كانت مع زوجها في السفر نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا لا يطرقها طروقا يعني لا يدخل بالليل نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مسافر وعاد إلى المدينة لا يدخل ليلة ينتظر حتى يسفر النهار يدخل فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة لا لما ضربها المخاض أبو طلحة بده يضلوا قاعد معها مع زوجته لأنه ما عدت تقدر تمشي لأنه كان هم يمشون مشيان يعني في سفرهم وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يكملوا المشي بس أبو طلحة ومعه كم أحد يعني بقوا في ذلك المنزل حتى تضع زوجته قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى يقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأصل بالمناسبة بالتحنيك أن يكون أول ما يدخل إلى جوف المولود هو هذه التمرات المنضوغة أو يعني شيء من هذا التمر قالت يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل تحنيكه فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث ساق هذا الحديث كما سمعتم فيه فوائد كثيرة ما أعظم هذه الأم ما أعظم هذه الزوجة ما أعظم هذا الصبر ساق الإمام النووي هذا الحديث ليذكر لنا صبر أمي سليم وثواب هذا الصبر أكرمها الله تعالى بتسعة من أهل القرآن الكريم نحن نسأل الله مرتان أيها الإخوة السلامة والعافية نحن لا ضعاف لكن هب بأنه نزل البلاء والبلاء ينزل ماذا يفعل؟ العبد الإسلام يصنع المسلم ويصنع المسلمة ليجعلها ويجعله بهذه الصورة الخنساء قبل الإسلام مات أخوها صخر تذكرون كتبت أشعاراً في صخر أشعاراً كثيراً ما نزلت وادياً ولا صعدت شرفاً إلا وهي تتحدث وتنشد لأخيها صخراً لما أسلمتها كان قبل الإسلام في جزع في ضيق في هموم تبثها سبحان الله لما أسلمت الخنساء بمعركة ديارموك استشهد أربعة من أولادها هنيك أخوها فلما استشهد الأربعة من أولادها كانت تقولوا الحمد لله الذي أكرمني باستشهادهن وأرجو الله أن ألتقي معهم في الجنة ما شاء الله مع أنه الأبن يعني أعز على المرأة من الأقرب إليها من أخيها مع أخوها كانت تفعل ما فعلت وأولادها الأربعة قالت الحمد لله ما الذي حدث دخلت في معمل الإسلام وأنت يا أخوان إذا الإسلام ما بغيرك إذا المسجد ما بيركز صناعتك يخشى أن تكون لبضاعة مزورة يعني هلأ إذا واحد طلع على عين الفيجة ورجع عطشان وأول ما رجع عطشان إذا واحد بيحضر بالمساجد وسامحني لسانه يكذب وعينه تخون ويده تمتد إلى المحرمات كيف سنصدق أن هذا من المسجد؟ إذا واحد مسلم ويؤذي زوجته ويؤذي جيرانه ويؤذي أولاده ويؤذي الباع الذين يشتري منهم ويؤذي المشترين الذين يشترون منه ويؤذي المستأجر ويؤذي المؤجر كيف بدنا نصدق أن هذا مسلم معقول مسلم؟ الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار الحديد عمر قبل الإسلام كان جبار لما دخل في معمل الإسلام صار رحيما الأعراب كانوا من الغلظة والشدة والغلاظة والفضاضة الشيء الكبير لما دخلوا في معمل الإسلام صاروا خير أمة أخرجت للناس أنت لما بدك تدخل المسجد وتدخل معمل الإسلام بالإسلام لازم يغير طباعك كان شيخنا يتكلم عن شيخه عليه رحمة الله الشيخ أمين كفتارو تقول له أمه زوجة الشيخ أمين قالت يا ابني أبوك كان شديد الغضب والنزق إذا غضب إنزع الشيء في البيت يؤذي يبطش يكسر فلما التقى بشيخه ولما دخل في مدرسة الذكر ومدرسة الحب في الله تعالى انقلب صار إنسانا آخر لازم أنتوا يا أخوان كل واحد بيناتكم بلتزم بالمسجد مع الشيخ مع مجالس العلم لازم من حولك يقولوا والله تغير فلان شو القصة؟ لازم إذا ما قالوا من حولك إنك تغيرت سامحني معناتما الصناعة مو راكزة لازم تتغير لازم عينك تتغير لازم أذنك تتغير لازم لسانك تتغير لازم يدك تتغير كان اللسان يتكلم بكلام لا يليق وإذا به لسان لا يتكلم لا بكذب ولا بغيبة ولا بنميمة كانت اليد حلال حرام تأخذ ممكن تبطش وتؤذي صار يخاف من الله عز وجل أن تمتد يده على أحد بغير حق هيك الإسلام يصنع الرجال هذه أم سليم هي إمرأة الخنساء كانت تجزع لموت أخيها وإذا بها تصبر لموت أولادها شو اللي صار؟ دخلت في معمل الإسلام الإسلام يا أخوان ما هو يعني شو؟ ختم بنحط على دفتر العائلة عندك أنه أنت مسلم وما هو كلمة تكتب في قيد النفوس؟ أنه أخي هذا شو اسمه محمد؟ يلا مسلم مبروك لا الإسلام لابد أن تدخل في مدرسة العلم لابد أن تدخل في مدرسة الأخلاق لابد أن تدرس في مدرسة الذكر لابد أن تدرس في مدرسة الحكمة ألا تصير مسلم إذا يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم أما مسلم مجاهد بأمور دينه شو؟ هذا مسلم مزور مسلم أخلاقه سيئة مسلم لا يذكر الله هذا مزور مسلم عقله يضحك عليه يعني يستخفه الناس يخشى بأنه مسلم مزور هذا المسلمون كيف سيدنا عمر أرعب ملك فارس والروم؟ كيف؟ بجدبة يعني كان سيدنا عمر مثلا يجدبه هيك ويمشي أم والله فارس والروم صاروا يخافوا منه عمر كان عقله أكبر من كل الدولتين دولة فارس والروم وقال له كيف بدهم تخضع له هتين الدولتين؟ أبو بكر عثمان علي الصحابة الكرام كيف نشروا الإسلام في هذه الدنيا؟ عندهم عقول كبيرة يا أخو فمسلم لازم يكون مسلم كمان تلاقي شاب مسلم بيجي بيقول له واحد والله أنا فتلك بشركة بس لا تقول لحدها لألك بس أنه أنا حبيتك كثير وانت رفيقي وما تروحي انت فتلك بشركة بتحط فيها مليون بعد جمعتين مليونين وبعد أربع أسابيع أربع مليون وبعد شهر ونص ثمان مليون وبعد خلال ست شهر بيصير معك ميت مليون تشتري سيارة بتجنين تعالي فرجيك الصورة بيفتح له الجوال بلو شايف هي السيارة بسنة واحدة بتصير عندها ميت مليون حقا هداكب يقول له بالله والله أي خلال شنون تجيب مليون دبر دبر من هنهم شوف أمك ما عندها كم إسوارة يروح هيكي شنون يعني شنون بسنة ميت مليون لقا كبار التجار يا رجل ما عن بيجيبوا هذا الرقب قال لا لا والله قال لي حلفلي حلفلي بالله كمان صدق قدام عيني سمعك تسجيل شوف انه عم يحليف هلأ اذا واحد حلفلك يعني معناته صار شيء وراح قال له لأمه هذيك المسكينة قمان أمي ما بتحبيني وكذا والله بصير معنا ميت مليون بيعيدي إسوارتين وهذيك قالت له ايه تقبرني تاعتها كمان نزلت علاس مبيع الدهب بعت له هالإسوارتين خون أعطى المني والنيرة سورية بعدين ما عاد شافوا الشو راحت المليون وما عاد معو شي قال له ايه والله شو بدي سكرت الشريكي يا أخي كمان مسلم ما بصير هيك مسلم يكون على جذبة يعني بينضحك عليه بكلمتين بيتاخد واحد بيقول له أخي تعالى قال لك عم يطلعوا عم يطلعوا على أوروبا الله وكيلك بيعطوهم بيت وسيارة ومعاش وبعدين مثلا إذا انت ومرتك وثلاثة أولاد انتو خمسة يمون ايه ألف يورو ألف خمسة آلاف يورو ضرب لي اليوروب أربعة آلاف خمسة آلاف أربعة مليونين ورقة انت بقاعد انت قاعد ببيتك وبيت وسيارة وبتتفورا تشتغل وبتدرس انت جو عم تدرس سنة ثالثة فورا تفوتوك سنة ثالثة وغير يا أخي بتدرسك شوية لغة شوية هيك فورا ايش نوم بدنا نطلع لهنيك ما عم نحن مصاري لاتكتات ولاتكت بسيطة ما عندك بيت قال لهم بقى بيع البيت بيعوا الله بيتكون قال لهم ما في أحلى منه ميتين مليون تنبسط بالسفرة كمان نحجز لك ما قاعد أورك راح باع بيته هذه القصص يا إخوان جرات باع بيته وطلعه ومرته أولاده فكره يعني عم يستنون هناك دول أوروبية انه وين هك من الزمان عم نستنات ايلا حشو بالكابينات وبعدين رجعوا على بلده رجع ولا يملكوا شيئا قال دعوه لي دعوه لي الله يعوض عليه لا بنا ندعي لك انه تروح الجبه من رأسك وتصير عندك عقل وتستشير أهل العقل تسألهم أنا هيك هيك عم بيقلولي صح خطأ شوفوا لي اللي يسافر ولا هنيك هيك فعلا متل ما عم بيقول هاد الزلمة ولا هاد عم بيرش على الموت سكر انه مشان نحن نمضي بهذا الاتجاه فالإسلام يا إخوان بيعلمك بتكون جاهل بدك تدرس تدخل في مدرسة الإسلام ومدرسة المسجد ومدرسة الشيخ بشان يعلمك وبتكون أخلاءك عكري بيحسن لك ياها وبكون عقلك كمان هيك على بساطة الإسلام يجعل يعطيك حكمة يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكي هناك متابعة إن شاء الله في هذا الباب في الدروس القادمات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشفع لنا يا حبيبا لله اشتركوا في القناة